وقسوة القلب من صفات اليهود الدليل ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الخطاب بني إسرائيل اليهود طيب دليل آخر لا لا اليهود يعني أن اليهود قسات القلوب فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فإذا من أسباب قسوة القلب نقض الميثاق الله أخذ الميثاق على العباد أن يعبدوه وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا فكل من نبذ الميثاق الإلهي وتمرد على العهد الرباني هذا قذف الله القسوة في قلبه وعاقبه بقسوة قلبه فبما نقضهم ميثاقهم كم مر بني إسرائيل عاهدوا الله وأعطوا المواثيق ونتق الجبل فوقهم كأنه ظل وأعطوا المواثيق ومع ذلك خانوا تمردوا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فصار الآن فيه ترابط من عدة أشياء نقض الميثاق واللعن قسوة القلب والضلال المبين ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن تتشبه أو تكون مثل أولئك القوم ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إذن في عام الآخر في قسوة القلب البعد عن الوحي طال عليهم الأمد بعد عن الوحي فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قسوة القلب طبعا هذه يعني مصيبة عظيمة الشخصية القوية أو الشخصية القيادية يعني لو أخذنا مثلا عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه صاحب شخصية قوية شخصية قيادية عمر رضي الله عنه كان قويا في أمر الله لم يكن خوارا في الإسلام ولا ضعيفا كان صاحب هيبة وكان رضي الله عنه قائما بأمر الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يحمل الناس على الدين ويحكم بالعدل ويدعوهم إلى الالتزام بالحق ويأطرهم عليه أطرا ودرته تشهد بمواقف لكن كان إذا قرأ في الصلاة قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ماذا يحدث له يبكي يتدمى عيناه يمرض ويعاد يظنونه مريضاً وما به إلا خشية الله وما به إلا أثر القرآن والآيات في نفسه هذه الشخصية القوية شخصية عمر رضي الله عنه هي التي جعلته لما رأى امرأة ومعها أطفالها الصغار في البرد في الليل وقد أوقدت ناراً تصبرهم بها وعليها قدر فارغة إلا من الماء جعلت عمر يهرول إلى بيت الماء ليأتي بكيس من قمح وشحم وكبة من شحم فيطبخ لهم ويبقى ينتظر حتى إذا أكلوا وشبعوا ولعبوا وتعبوا وناموا هذه شخصية قوية جداً ولكن في وقت الرحمة لما يعسه ويتفقد الرعية خارج المدينة ما هو فقط ليس فقط في حواري المدينة وطرقات المدينة وأزقة المدينة والشوارع وفي الليل يخرج خارج برا يجي على واحد في الخيمة يشفي قال أنا زوجتي ضربها المخاض وما عندي أحد يهروا العمر إلى ابنته ولا إلى زوجته هل لك في الأجر هاتي ما يصلح توليد امرأة ويذهب يحمل الأغراض يذهب بهذه المرأة بامرأة من أهله ويجلس مع الرجل يسامره وتلك تولد زوجته هذا هو الجمع يعني ممكن وعيد تكون شخصية قوية في ذات الله في دين الله صاحب قلب قوي لكنه ليس قاسيا بل هو رحيم غاية الرحمة رؤوف غاية الرأفة رقيق سريع الدمعة من خشية الله فإذن لا تعارض في الحقيقة قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي جاء يشكو إليه قسوة قلب أتحب أن يلين قلبك طبعا من الذي لا يحب قوله أتحب استفهام فيه معنى الشرط كيف يعني استفهام فيه معنى الشرط يعني هو قال رجل قال جاء يشكو قسوة قلبه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتحب أن يلين قلبك هذا استفهام فيه معنى الشرط معناها إذا أخبرتك بما يلين قلبك فعليك أن تتبع ما سأقول لك أتحب أن يلين قلبك ما هو معناه فقط يقوله نعم فيقول لا معناه في وراها ما وراها تحب أن يلين قلبك إذن إفعل ما سأقوله لك هذا معناه استفهام يحمل معنى الشرط يلين يترطب ويتسهل وتزول عنه القساوة وتدرك حاجتك يعني تظهر بمطلوبك ويحصل لك تظهر بمطلوبك ويحصل لك مبتغاك قال الرجل نعم يا رسول الله قال ارحم اليتيم هذا واحد ارحم اليتيم اليتيم الصغير الفاقد الأب من الإنسان لأن من الحيوان يختلف من الإنسان فاقد الأب قبل البلوغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم ولذلك بعض الشحاذين ما عندهم فقه في اللغة وهذا خليق بهم طلاب أموال يجي يقول لك أنا يتيم وعمره عشرين سنة اليتيم إذا فاقد الأب من الإنسان قبل البلوغ ومن الحيوان فاقد الأم قبل استغنائه عنها ويقال لكل فرد يعز نظيره يتيم بيته من الشعر يتيم قال ابن السكيت اليتم في الناس من قبل الأب وفي البهاء من قبل الأم ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم ولكنه منقطع قال ابن خالويه ينبغي أن يكون اليتم في الطير من قبل الأب والأم لأنهما كليهما يزقان فراخهما وقال ابن بري اليتيم الذي يموت أبوه والعجي الذي تموت أمه يتيم الذي مات أبوه والذي ماتت أمه يسمى العجي والذي مات أبوه اللطيم واليتيمة مؤنث اليتيم واليتيمة من الدرر الثمينة التي لا نظير لها الجمع أيتام ويتام ويتمة باقي واحدة جمع يتيم أيتام ويتام ويتمة يمكن يتائم لسان العرب وتاج العروس طيب قال ارحم اليتيم اعطف عليه حنان تفضل احسان شفق تلطف وامسح رأسه تلطفا وإناسا وقال القاري رحمه الله امسح رأسه لتتذكر الموت فإن القسوة من شأها الغفلة فيحصل بمسح رأس اليتيم سببان للين القلب أولهما رحمته والتلطف به يعني الفائدة للماسح والممسوح للماسح والممسوح فيحصل للممسوح الرحمة التلطف والرحمة والإيناس والشفقة وتعويض بعض ما في نفسه من البؤس إزالة بعض ما في نفسه من البؤس وتعويض بعض ما فقده من شفقة الأب وأما بالنسبة للماسح إيش يعني ماذا يحصل للماسح طبعا يحصل لين في قلبه لكن في أمر مهم يحصل في نفس الماسح ما هو تذكر الموت أن هذا اليتيم مات أبوه في موت في الموضوع الآن في موت في الموضوع فكأن الماسح يذكر نفسه بالموت أكثر من ذكر هذا من الذات ثم ينشأ عنه شفقة أن هذا الولد مات أبوه تركه لا عائلة له فيجب ينبغي الآن أن نقوم بشأنه قال امسح رأسه وأطعمه من طعامك لأن بعض الناس الفقراء لهم طعام وهو أهل بيته لهم طعام مثلا طعامه قد يكون له فيه اللحم طعام الفقراء الرز مثلا قمح تمر بعض الناس طعامه أول يوم الطازج الفقراء تبع ثاني يوم البائت ولذلك قال أطعمه من طعامك ولا تؤثر نفسك عليه بشيء بل آثره على نفسك قال فإن ذلك يعني هذا المسح هذا الإطعام يلين قلبك أو يلين قلبك فتذهب قساوته ومن ذهبت قساوة قلبه انفسح وانشرح واطمأن وأصغل النصح وتأثر بالوعظ قال وتدرك حاجتك وتقدر على حاجتك يعني يعطيك الله ما تريد ويحقق لك مطلوبك ويكون إحسانك إلى هذا اليتيم سببا في قضاء حوائجك أنت والحصول على مبتغياتك هذا الحديث في علاقة بين القلب بين لين القلب وبين تعامل مع الأيتام والمساكين أطعم المسكين ومسح رأس اليتيم وأن معاملة اليتام والمساكين بالحسنة هذه من الأسباب العظيمة للين القلوب الحقيقة القلب هذا شأن عظيم يتاج إلى تعامل وواحد يعني كيف تعامل وما هي الوسائل هذه قضية يعني تفتيش القلب المعالجة واستخراج الأدواء ومسألة إمداد القلب بالأشياء الصحية له قضية يعني الملينات والمطريات شيء عظيم في الحقيقة يعني أنه هذا يبغى إنفاق أوقات طويلة ويستحق الموضوع هذا يستحق لما لا أليس يعني إذا واحد صار صاحب قلب سليم وصلح قلبه دخل الجنة فإذا مسح رأس اليتيم سبب مخلص من القسوة ومقرب من الله لأن أبعد الله أبعد القلوب عن الله القلب القاسي مقيد المسح في الحديث بما إذا مسحه لله لأن بعضهم ممكن يمسح راس اليتيم لعدسات الإعلام ما حصل هذا رياء وقد يمسحه لشهوة ولأنه أمرض وقد يمسحه مجرد يعني كذا لا يستحضر معنى يعني ممكن هذا يتيم لكن ما في استحضار مثلا قضية أنه أبو ذكر الموت ومسألة أني أنا الآن أحسن إليه هذا ويتذكر أنه لو كان أولاده في هذا المقام ماذا كان يحب أن يعمل لهم الناس فيجب أن أعمل يتيم مثل ما أنا أحب أن أعمل الناس يعمل لأولادي لو صاروا يتاما هذه معاني يعني معاني ما هي مقام مجرد ما هو مسح آلي كذا بس مسح بلا عقل لا مسح يعقل صاحبه لم وهذا من أسباب معالجة التكبر يعني لو قال واحد مسح راسي يتيم أيضا ممكن إيش يؤدي إلى علاج الكبر لأنه يؤدي للتواضع وفإذن هناك أفعال توجب الرقة للقلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب المطمئنة وأن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة وأن يجعلنا من أصحاب القلوب النقية إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل بعيدو سبق مجرم وهي